تتوالى مؤشرة تفاقم الأزمة الطاقوية في المغرب راصمة لاحتقان الاجتماعي متعظم في المملكة بتسجيل البلاد ارتفاع قياسي في أسعار جل المشتقات النفطية مع تجاوز أسعار الديازال البنزين الأكثر استهلاكاً في المملكة عتبت العشرة دراهم لأول مرة في تاريخ البلاد بزيادة نهزت درهماً ونصف الدرهم في عشرة أشهر ما ترتب عنه ارتفاع متراكم في سعر المزوت قارباً ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة الوقود من جهته قفزت أسعاره إلى 12 درهماً بزيادة تجاوزت درهمين ونصف الدرهم خلال الفترة الممتدة من جونفي إلى أكتوبر الماضي تضخم في أسعار المنتجات النفطية يبرره مختصون في الشأن الطاقوي داخل المملكة بتحصيل حاصل لإغلاق المصفات الوحيدة في البلاد قبل ست سنوات في ظل فشل المملكة في تكوين مخزون استراتيجي من الوقود إلى جانب رفع الضريبة على المشتقات النفطية بـ 40% غير أن ذات التقارير تناست أو تجاهلت تبرير الأزمة الطاقوية بشح الموارد المحدودة والمكلفة المتاحة أمام الرباط في تعويض الصادرات الجزائرية من المحروقات التي كانت تغطي نحو 90% من حاجية البلاد